السلام عليكم سعد الله يومكم وكل وقاتكم يا رب المعذرة على الصوت تعرفين الزكام دائر هذه الأيام سبحان الله حتى بعد ما تتعافي الصوت ما يرجع لطبيعته بسرعة يأخذ وقت إلين يتعدل اليوم جيتكم بوصفة كذا سهلة ولذيذة سندويشات بالله المفروم الكل يحبها أنا عني صراحة عياري يعني يحبوا هذه الوصفة مرة يعني بإضافة بعض الزيادات وبعض التكات عندي هنا بصلة قطع صغير حطيت عليها هذا الزيتون وقليتها شوية وحطيت عليها اللحم المفروم وأفككه عن بعض وأطقطقه باللهجة اللي احنا نقولها نطقطق اللحم المفروم يعني أفككه من بعض وأضيف عليه بهارات ضيف البهارات اللي تحبيها أنا هنا ضيفت بهار مشكل اللي هو فلفل أسود وكزبرة وكمول وملح طبعا ضيفت عليها فلفل رومي وضيفت عليها شوية ثوم ضيفي الخضروات اللي تحبي حضيف جزر مبشور طبعا الجزر عندي مجمد عشان كذا حتشوفوا كتلة ما نحطه دحين ضيفي ذرة تبضي في فاصولية حمراء اللي يحبو عيالك ممكن تستغنى عن هذا كله ضيفي الخضروات المفرزة حسب ايش يحبو عيلتك من خضار يعني فرصة انه تضيفي لهم مع اللحم إذا ما ياكلوا خضار تضيفي لهم مع هذا السندويش الخضار هنا حطيت ملعقة دبس الفلفلة إذا ما عندك ضيفي معجن طماطم دبس الفلفلة حلو يعجبني أنا يعطينكها لي مع اللحم عموما لما أنا سوي سندويشات زي كذا أو لحمة في الفورن أو أحب أضيف عليها دبس الفلفلة اللي هي الفلفلة الحمراء طبعا بارد مش حار ضيفت شوية موية أبغى يتسبك شوية نفس اللحم أبغى يتسبك وأغطي وأتركه شوية يتسبك مع المكونات هذه تحب تضيفي جبنة في ذي الخطوة يعني لو تحب تضيفي ملعقة جبنة سائلة بس أنا ما حبيت أو تحبيها على الوجه براحتك أخلي فيه شوية مرق يعني ما أبغى مرة ناشف لأني أبغى لما أحطه في السندويش كذا يطريه يطرى الخبز خلص كذا خلصت وحطيت اللحم على جنب راح أستخدم أنا عيش صامولي تحبي تورتيلة تحبي توست اللي يريحك راح أفتحه من فوق فتحه وأفضي اللوب اللي فيه من الوصفات السهلة هذه اللي أنا سرح أحب أسويها لأنهم هم يحبوها فأرغب أسوي شي يحبوه عشان يأكلوا يعني أضمن أنه يتاكلوا بنفس يعني تبغيها غداء تبغيها عشاء تنفع في كل الأوقات طيب شايفين كيف فضيت اللوب اللوب هذا إذا عندك عصافير حطيه في صحن لهم أو إذا الحمام في الشباك عندك حطيه لهم عشان ما ترمي أحشي السندويشات برضه ممكن تسوي صوص ميونيز وكاتشاب وتدهني به داخل الخبز قبل ما تحشي هذا كله راجع لرغبتك أو جبنة هذا كله راجع لرغبتك لكن أنا ما حبيت إلا أني أحط على الوجه حتشوفوا كيف في النهاية بعد ما حشيت السندويشات استخدمت البطاطس العيدان هذه يعني كتكة كذا تجديد وتعطيها طعم حلو قرمشة طبعا على طول لأن هذه حتتقدم السندويشات على طول فالبطاطس دخلتها حتتجلد فالأفضل على طول تتقدم بعد ما خلاص حطيت البطاطس العيدان زينتها كذا بالميونيز وكاتشاب وخاردل كذا خطوط يعني العين تاكل قبل الفم فحلو الواحد أنه يقدم أطباقه بشكل مرتب أقدميها مع عصير مع مشروبات غازية اللي يريحك وصفة سهلة ولذيذة أتمنى تجربوها وعلينا وعليكم بألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر